مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم يعني طبعا الامتابع عارف ان اليومين دول يومين كاس العالم على مستوى الكرة الأرضية كلها وأوروبا كمان التصفيات على أشدها يعني زي ما انتم عارفين مبارح طبعا كان تأهل عدد كبير من المنتخبات بينهم فرنسا إسبانيا النهاردة احتمال كبير جدا إنجلترا الأغلب يعني هتلعب سان مارينو في مباراة يعني محتاجة منها أعتقد نقطة واحدة بورتغال برة أو يعني في انتظار الملحق لأنه مبارح خسرت قدام سربيا النهاردة سويسرا بتلعب بلغاريا إيطاليا بتلعب أيرلندا الشمالية ومناسبة سويسرا هيكون معنا واحد من نجوم الكرة السويسرية والحقيقة كان ليه طبعا مشوار كبير جدا مع الريدز مع ليفر بول ولعب كمان لسلتك ستيفان هانشو هو ضيفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس طبعا بداية خلوني أرحب به واشكره على وجوده معنا على شاشة النادي الأهلي شكرا جزيلا لكم بداية خليني أتكلمك عن المباراة المنتظرة النهاردة طبعا يعني سويسرا النهاردة هتلعب في مباراة مهمة جدا ممكن تحقع من خلالها حلم التأهل لكاس العالم إزاي بتشوف مواجهة سويسرا قدام بلغاريا وخصوصا طبعا أنه اللقاء ده مرتبط بنتيجة مباراة إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية أعتقد أن سويسرا لديها فرصة عظيمة للسعود والتأهل لكاس العالم مقارنة بالوضع الحالي أننا سنفوز وأنا متأكد من هذا وبالنسبة لإيطاليا الأمر صعب على إيطاليا أن تفوز على أيرلندا فأعتقد أنها فرصة طيبة لسويسرا لتتأهل لكاس العالم يجب أن يؤدوا أفضل ما لديهم ويجب أن يقوموا بما عليهم وأن لا ينتظروا الفرص الأخرى من الآخرين يجب أن تؤدي أولا واجبك حتى لو لم توفق ولكن لا تنتظر مباراة الآخرين يجب أن تؤدي ما عليك أعتقد أن منتخبنا سيتأهل وننتظر ونرى مباراة إيطاليا وإيرلندا بمناسبة كلامنا على الكرة السويسرية أنا الحقيقة حابب جدا نسألك أعرف منك سر تطور الكرة السويسرية على مستوى المنتخبات في السنوات الأخيرة أعتقد أن كرة القدم السويسرية تتورد بشكل ملحوظ على الرغم من عدم امتلاكها لأندية قوية على مستوى القرار الأوروبية أو حتى على مستوى الدوريات برضو يعني الدول السويسري ما يعتبرش من الدوريات القوية على مستوى قرار الأوروبا إيه سبب أو إيه سر في تطور الكرة السويسرية من وجهة نظرك أعتقد أن الكرة السويسرية تتطور وتتقدم لأننا نسير بخطة فابتة مع اللاعبين الشباب أعتقد أن الأندية تتحسن الدوري بالفعل ليس مصنفا كالأقوى عالميا كما قلت ولكن لدينا دوري جيد نوعا ما وأعتقد أن الفريق القومي يتحسن شيئا فشيئا لأنك تستدعي لعبين شباء وتحسن من أدائهم تعتمد على هذه القاعدة بأن تشركهم مع أندية أكبر وأعتقد أن اللاعبين الصغار إذا لعبوا تحت ضغط تحت ضغط نوعا ما فسيتحسن أدائهم وسيتطور شخصياتهم في الملعب فبالتالي أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للفريق السويسرية الآن هو تحسن أداء اللاعبين منذ 15 عاما لم يكن لدينا هذا الفريق ولا لم يكن لدينا هذا الأداء بهذا التحسن أنت كنت مرشح لقيادة أو لتوالي مسؤولية المدير الفني منتخب السويسرا نعم كنت كذلك ده سؤال أو يعني ده خليني أسألك الحقيقة يمكن على مستوى البطولات القرية على مستوى الكوبا أمريكا على مستوى اليورو وحتى على مستوى بطولة أفريقيا وعلى فترات ممكن منتخب ما يكونش مصنف يقدر يحقق المفاجأ أو يحقق لقب البطولة تتوقع ده ممكن يحصل قريب في بطولة بحجم بطولة كاس العالم ومين المنتخب اللي ممكن يكون مفاجأة أو خصان أسود في النسخة اللي جاي من كاس العالم من وجهة نظرك الأمر صعب جدا في الحقيقة وأعتقد أن الفرق التي ليست مؤهلة لن تحقق مفاجأة في كاس العالم ربما يحقق المفاجأة في الصعود كأنهم يلعبون دور ملحق ولكن الأمر فقط مجرد الصعود ولن يحقق المفاجأة المرجوة ولكن أعتقد أن الفرق التي أعتقد أنها ستحقق مفاجأة نوعا ما كما قلت في قطر وكما قلت الأمر صعب ولكن أعتقد أنه ربما أعتقد سكوتلند ممكن أن تصعد وتكون منتخبا قويا في البطولة وأعتقد أنها ستحقق مفاجأة بالنسبة لي قبل ما سيب سويسرا سويسرا بالنسبة لنا مرتبطة أو أندية سويسرية على وجه التحديد وأتذكر منها طبعا نادي نيو شاتل وأنت بتكلمنا أعتقد أنك متواجد في مدينة نيو شاتل وكمان بازل السويسري كانوا يعني بداية انطلاقة المشوار عدد من اللاعبين المحترفين المصريين بفتكر منهم هاني رمزي والذي أعتقد كمان أنك أنت تعرفه بشكل شخصي وكمان محمد النني ومحمد صلاح إزاي شفت بداية اللاعبين المصريين المحترفين في الدولة السويسري أنا بالفعل أنا بالفعل لعبت مع هاني رمزي وشاركت نفس الفريق شاركت لمدة موسمين في نيو شاتل إكس ماكس ولعبت أيضاً مع حسام وإبراهيم حسن مع نيو شاتل وأيضاً وأيضاً رأيت محمد صلاح أعتقد أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لكل اللاعبين الأمر مختلف بالنسبة لهاني رمزي عما كان مع محمد صلاح ولكن كلهم لاعبين عالميين من الطراز الفريد فمحمد النني كذلك لعب كبير فأعتقد أن اللاعبين المصريين يستحقوا أن يتواجدوا في أوروبا وأن هذه خطوة جيدة لهم أن يتواجدوا أولاً في أوروبا عن طريق دوري كدوري السويسري دوري ليس الأكبر ولكن لا يوجد نفس الضغوط الموجودة في الدوريات الكبرى هم أدوا بشكل جيد وإذا أديت كما أدوا فستستطيع أن تنتقل لدوري أكبر ويعود هذا بالنفع والفائدة على الكرة المصرية وعلى اللاعبين الصغر المصريين أن ينتقلوا أيضاً إلى دوريات أوروبية خليني أتنقل معك لليفر بول بما أنه كلام جابنا عن صلاح وأنت كنت واحد من نجوم خط دفاع ليفر بول خليني أسألك بداية عن تقييمك للأداء اللي بيقدموا ليفر بول تحت قيادة الألماني يورجين كلوب السندي وتوقعاتك لفرصه في المنافسة على لقب البريمير ليج ولقب الشامبينز ليج أعتقد أن ليفر بول الآن يؤدي بشكل جيد جداً فريق ليفر بول لا يؤدي كما أدى العام الماضي ولكن هو الآن مستوى كبير أيضاً فأعتقد أنه سيستطيع المنافسة على الدور الأبطال ويستطيع المنافسة على الدور الإنجليزي أعتقد أن الموسم الأخير منذ رأس السنة فليفر بول كان يؤدي بشكل كبير بشكل جيد يوجد لاعبين بالفعل لم يؤدوا كما كان الحال في العام الماضي ولكن أعتقد رغم أنهم لم يصلوا لذروة مستواهم ولكن مع كاملية الفريق الفريق سيستطيع أن ينافس بكل ثقة إذا عاد اللاعبون الأساسيون للمشاركة مرة أخرى مع يورجين كلوب فأستطيع أن أقول أن بالمشاركة ما يؤديه محمد صلاح فأعتقد أنه بنسبة كبيرة سيستطيع أن يتواجه بالبطولات لأن محمد صلاح الآن هو واحد من أكبر اللاعبين وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم هو اللاعب الوحيد في العالم الذي تستطيع أن أقول أنه 100% يستطيع أن ينافس على البالوندور فأعتقد أن ليفربول الآن فريق قوي جدا طيب أنا كان واحد من أسئلتي إيه اللي محتاجه محمد صلاح عشان يفوز أو يحقق لقب دابست أو لقب البالوندور فخليني أسمع رأيك أنت شايف أنه صلاح النهاردة يستطيع أن يحقق هذا اللقب هل بتتوقع أن يكون في عوامل مش مرتبطة بالملعب أو بأداء اللاعب أو بقدراته أو بمهاراته ممكن تكون عوامل حسمة في تحديد وجهة اللقب ده أو الجائزة دي أعتقد أنه كما قلت من قبل محمد صلاح هو من أكبر ثلاث لاعبين في العالم وهو اللعب الذي يستحق الفوز بالبالوندور طبعا بجانب رونالدو وبجانب نيسي لكن أعتقد حاليا لأكون صادقا سنركز إذا ركزنا على اللعب المتكامل الآن سنتكلم عن محمد صلاح من حيث الأداء عادة واحد يفوز بالبالوندور واحد فقط وهذا يرتبط بعدة عوامل الأداء وأداءه مع ندي وأداءه مع منتخب القومي فبالتالي فبالتالي محمد صلاح وكذلك ميسي في الكوبة الأمريكا هو أدى أداءا جيدا وهذا ما يفرق لاعب عن آخر هو الأداء بالفعل على أرض الملعب وخصوصا مع الفريق القومي كما فعل محمد صلاح وميسي طيب برضو يعني خليني أستغل فرصة أنك أنت تبعت محمد صلاح من بداياته يعني كل مراحل احتراف محمد صلاح يمكن أنت تبعتها من أول بداياته في بازل السويسري مرورا يمكن أنا مش هحسب تجربة شلسي قوي لكن خلينا نقول تجربة احترافه في الكالتشو الإيطالي سواء مع فيورنتينا أو مع إي أس روما واللي تقلق فيها بشكل كبير جدا وبعد كده حالة التواهج الكبيرة جدا اللي حصلت مع ليفر بول كلام كتير جدا عن مستقبل محمد صلاح في ظل اهتمام عدد كبير من الأندية بالنجم المصري زي برشلونة زي اللي بقى فيه كلام كتير جدا عن اهتمام تشابي هرناندازي الموديل الفني الجديد لبرسة بضم محمد صلاح كلام قبله عن اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح من وجهة نظرك هل الأفضل لصلاح أنه يستمر في مشواره مع ليفر بول بعد النجاحات الكبيرة لحقاها أم من الممكن أنه يواصل تقلقه حتى مع نادي جديد أعتقد أنه إذا كان لديك دعم وتأييد من النادي الذي تتواجد فيه وإذا كنت مرتاحا مع ناديك الحالي فلماذا تنتقل؟ لماذا تضطر الانتقال؟ أنت تؤدي الآن بشكل جيد مع ليفر بول وأعتقد أن الأمور المادية مستقرة نوعا ما عكس برشلونة رغم أنه نادي كبير في العالم وريال مدريد كذلك ولكن هذه الخطوة لن تكون جيدة من وجهة نظري أعتقد أن البقاء في ليفر بول وأعتقد قبل أن تفكر في الانتقال من ليفر بول يجب أن يرى الموقف بأكمله ويرى وضعه الحالي في ليفر بول هو يؤدي بشكل جيد وينافس على أكبر الألقاب يستطيع أن يفوز بدور الأبطال يستطيع أن يفوز بالدور الإنجليزي يستطيع أن يحرز لقب هداف الدور الإنجليزي فبالتالي لا أرى أي مبرر للانتقال لأي نادي آخر عدى البقاء في ليفر بول فأعتقد إذا بقي في ليفر بول سيكون هو أكبر لعب في تاريخ ليفر بول يتقادى راتبا وهو سيكون أهم لعب في تاريخ ليفر بول بالفعل فبالتالي لما التصرع ولم يجب عليك أن تنتقل النادي يستطيع أن يرتقي بك وتستطيع مع النادي أن تنافس على أكبر البطولات فبالتالي تواجد محمد صلاح مع ليفر بول أمر هام جدا سيفان هانشو ونجم طبعا الكرة السويسرية ونجم ليفر بول ورادز بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي وكل التوفيق لمنتخب سويسر النهاردة في مشوار أو في محطته الأخيرة للحفاظ على فرصته في أتأهل لكاس العالم ترجمة نانسي قنقر